مرحبا برج القوس اهلا فيكم في القراءة العاطفية هنا عندنا الغصن الاول ايسف وانتس شريكك متمسك بذكرى وحدة قوية بينكم مكان معين كنتوا تجتمعون فيه حديث معين كان يحبه جدا عزيز على قلبة ذكرى عزيزة وحدة معدة ذكريات مو دائما يتذكرك مو هاي الطاقة طاقة النعم انت على باله ولكن دائما تأتي في باله عن طريق هاي الذكرى ذكرى مثلا طريقة نطقك لكلمة معينة طريقة شلون كنت تلفظ اسمه في شي معين اهو كان يحبه فيك في طريقة كلامك في موعد لقائكم مكان اللقاء لحد الان وخصوصا في الفترة الاخيرة صاير مثل اللي عالق في باله تعرف مثلا شلون اغنية معينة تكون عالقة في بالنا لفترة طويلة هذه الطاقة قاعدة تتردد ملك الاكواب محاط بالكثيرين ولكن في نفس الوقت يحس انه وحيد الغريب في الموضوع مادري احس انه سبب الفراق كان بسبب تدخلات اما ظروف خارجية او اطراف خارجية من العلاقة فهني عندنا ملك الاكواب هو حاليا محاط بناس وايد ولكن في نفس الوقت قاعد يمتنع عنهم قاعد يكون وافي لك يحاول على الاقل يكون وافي حتى لو انت مو موجود في حياته ما اقولك انه ما يقضي وقت مع هذلين الناس او ما يكلمهم اساسا ما اقدر اضمنك هذا الشيء ولكن اللي اقدر اضمنه انه قلبه هني منطقة القلب مثل اللي حط عليها قفل يحاول ان يكون وافي لك ولو من بعد انه ما يسمح لأحد يدخل قلبه او يصير حتى عزيز عليه ما عداك انت مشاعره تجاهك يحاول ان يكون وافي ويعوضك حتى لو كان بعيد عنك اخر كرت فارس السيوف حس هو يحس انه تسبب لك او اجبرك على الهرب منه ترى شوفوا هني برج القوس بشكل عام عندكم الكثير من الطاقة المائية طاقة الابراج المائية عندنا حوت وعقرب وسرطان منتشرة في كل المجموعات احتمال انك تتعامل مع برج مائي هوائي مشاعره تجاهك يحس انه هو يدفعك الى الهروب او يخاف حتى عند نوع من الخوف انه لو فاتحك في موضوع او لو حاول ان يفتح مرة ثانية يتواصل معاك انه انت رح ترفضه ويكون رفضك عنيف او شديد او تؤنبه عنده مشاعر خوف من التأنيب احبك من بعيد ولكن اخاف اني اقترب السؤال الثاني هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا كرت العربة مجددا هذا الطاقة او كرت برج السرطان وراها كرت برج الحوت القمر و كرت برج الجدي الشيطان وهو مو راضي على الانفصال ولكن حين قام يرى الموضوع من منطلق اخر لان تشوف هني احس هم هاي الكرتين قاعدين يعكسون طاقة هذي طاقة الليل و الظلام الامور اللي مواضحة وهذي طاقة انه تضحت لنا الامور لانه طلعت الشمس اللي عربة تمشي في وضح النهار قبل ما كان فاهم بشكل كامل ليش الانفصال حدث و ليش العلاقة تكركبت و ليش صار في رفض احتمال احس انه هني صار في رفض من طرف احتمال اهله او احد مقرب منه هو اللي رفضك كان في تدخلات ايضا من طرفهم قبل ما كان حاسب هالشي او حتى مؤمن انه نعم يمكن انت كنت تتكلم له بتنبهى يا برج القوس تحاول تقول انه فيه اشخاص اهم اللي قاعدين ياثرون عليك بس ما كان قبل لصدقك او حتى يسمعلك الحين ابتدى وانت بعيد عنه ابتدى يسمع ابتدى تتكشف للامور بدنفتح للحقائق اهو مو راضي قبل كان يشوف انه ماله ذنب في اللي صار كان مجبور مثلا على الانفصال ما عندي خيار الا اني انفصل عن برج القوس لكن الحين يشوف انه لا بالعكس انا كنت اقدرني احسن التصرف اتحمل مسؤولية افعالي هذا الكرت يقول لي اتحمل مسؤولية افعالي ما اسمح لاحد يدخل بيننا وفي نفس الوقت انا اشيل مسؤولية شريكي اتحمل وجوده في حياتي لما يكون في شخص في حياتي لازم اؤدي اداء هنا خص الاداء فمو راضي ولكن على الاقل ابتدى يدخل في مرحلة انه يشوف الحقائق نزل السؤال الثالث للمنفصلين ما هي خطوته القادمة دعنا نشوف عندنا تسع السيوف هنا في هاي الكرتين وايد طاقت السيوف عندنا ايضا ممكن يكون برج هوائي ميزان دلو جوزاء احس جوزاء اكثر او دلو المهم هاي الطاقتين اهما مع ملك الاكواب احسهم طاقة الاشخاص اللي ابتدوا يعرفون الغلط ولكن قاعدين يراقبون من بعيد يتمنون وشي واشي يتمنون من بعيد ان اهم يتصرفون لو رجع بين الزمان يتصرفوا بشكل مختلف ولكن هذه البداية خطوة القادمة راح تكون انها ان سوري يواجه نفسه يواجه خطأ من الموضوع يواجه فعلا الحقائق السيف هو طاقة الحقيقة طاقة شنو حين المفروض اسوي عشان ارجع هذا الشخص قبل ما افكر حتى ارجعه شنو التغييرات اللي المفروض اسويها في حياتي في شخصيتي عشان لما نرجع مع بعض ما نرجع لنفس المشكلة ما نرجع لنفس النقطة ابتدهني افكر في الحال ملكة السيوف ملكة السيوف تتمكن من طاقة السيوف يعني راح يكتشف الحل راح يطلع باقولك باستراتيجية واضحة احتمال كبير انه بما انه عندنا ملكة السيوف هذه الملكة ما تحب المجاملات ولا الدبلوماسية ولا تمهيد الامور حتى باحتمال كبير انه خطوة القادمة راح تكون جدا واضحة معاك جدا ما فيها مجاملة ما فيها روح وتعال راح يكلمك دغري اوكي يكلمك دغري يتواصل معاك دغري او يرسل مرسول يوصلك الرسالة واضحة انه هو شنو مستعد وشنو يبي منك ثمان الاخصان يعوضك راح يكون صريح يتحمل مسؤولية خطأة او خطأة جزء خطأة من الموضوع ثمان الاخصان هنا يحاول انه يعوضك خصوصا في الامور اللي كانت ضايقك وسببت لكم الانفصال اذا مثلا اهو كان نوعيته دائما يسمح للاشخاص انه يدخلون بينكم يخربون راح يصك هاي الثغرة راح فقط هنا اشوف انه يفتح اذنه لك انت فقط ما يسمح لأحد ثاني ما يسمح لأحد ثاني انه يدخل او حتى يبدي رأيه في علاقتكم اصك عليها هنا يغلق عليها وايضا مثلا لو كان دائما بخيل في وقته بخيل في عطاءه بخيل في صرفه يعوض هذا الجانب مهما كانت الجوانب اللي بالضبط كانت تضايقك في هذا الشخص وادت الى الانفصال هو راح يحاول انه يغلقها ويغيرها وينتبه لها يحطها جدامة مثل النقط اللي لازم يحلها بعدين يتجاهك بشكل واضح ولكن بما انه ما عندنا ملكة احتمال كبير انه ما يأتي هو شخصيا يرسل شخص اول شيء قيس المياه يشوف مدى تقبلك يطرش احد ممكن انت ايضا تثق فيه صديق مشترك احد من المعارف المشتركين اوكي ننتقل الى مجموعة العزاب العزاب اول سؤال ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك شوفوا ايضا ملك الاكواب الكثير من طاقة الماء اقرب حود سرطان وراها عشر الاكواب وراها ايضا ست الاكواب ام وجود هنا ست الاكواب احس ان هذا الشخص اتزوج في السابق احتمال كبير اشوف اما يعني تشوف اما عند زوج شريك سابق اما انه تزوج سابقا وانفصل او انه ارمل ارمل او ارملة يعني شذي انا تشوف انه كأنما عنده اسرة بعيد عن اللقاءكم عنده حياة عنده حياة كبيرة موشوي موصغيرة حياة اجتماعية حياة بين المجتمع بين المجتمع معروف ويقوم بدور مهم يحب المساعدات الانسانية يأتي من عائلة مرموقة بزنس العائلة مجال عمل العائلة متوارث من اجيال يعني مثلا يتاجرون في الاقمشة من اجيال يتاجرون في العقارات من اجيال فيه شي معين هنا هي متوارث من عائلة فيأتي من عائلة شوي أوليستقراطية خلا نقول فوق المتوسطة ولكن مو محافظة شوي متحررين منفتحين حلوة طاقتهم طاقتهم شبابية مو من نوع اللي تحسهم وايد متشددين ومتدينين لا يميلون الى التحرر خلا نشوفوا هني المزيد من طاقت وظيفته وشكله هني عندنا تسع الخماسيات اذا ما كان برج مائح تمال كبير ان يكون برج ترابي طلعت عندك ايضا الطاقة الترابية عشر الاخصان وكارت العالمة ايضا كارت برج الحوت بحط لك هالكارتين لان اول شي متعلقين ببعض مجال عاملة احس انه هو مسؤول لازاحة الهم عن الناس مسؤول عن شي خص القروض الهم اي شي فيهم متعب قروض مسؤول حتى في نظام قضائي مسؤول عن شي خص العظام دكتور في العظام دكتور في متخصص مثلا حتى في رعاية الكبار في السن يدير عمله بدقة احتمال كبير انه لديه عمله خاص عنده عمل ثابت مثلا في شركة او في حكومه عنده ايضا في نفس تقريبا مجال العمل بزنس خاص مثلا عنده عيادة خاصة فيه اذا كان دكتور بس هو يعمل في مجال يزيح فيه هموم الناس او يزيد فيه هموم الناس اذا كان قروض مثلا رح يكون طبعا يزيد فيه هموم الناس والثقل اللي عليهم انه لازم يسدون الاموال وراها فوائد او ممكن يكون شي اطيب من هذا اخص الناس اللي يعانون من مثلا ايه اللي يعانون من اصابات عمل هذا ايضا مجال العمل اللي اشوفه وليعانون من الاعاقات ولكن شخص متمكن ماديا جدا يأتي من عائلة مرموقة بالاضافة الى انه وظيفة زينة بالاضافة الى انه لديه عمله الخاص جدا ممتاز كرت العالمة هذا الشخص صعب جدا انه انت تلعب معه كرت الدبلوماسية او تحاول انه يتسوي شي بدون ما يدري يدري عن كل شي يراقب كل شي يعرف كل شي يعرف شنو تب منه قبل حتى ما تتكلم يفهم الاشخاص عالطير فلازم تكون حذر في التعامل معه لذلك خلا نشوف اخر سؤال كيفية التصرف معه طريقة المثلة ذنكرت ايضا برج العقرب وهو برج مائي الجوجمنت الحكم او يوم القيامة والكوبين شوف هذا الشخص قلت لك ما تنفع معه دبلوماسية نفع معه الاسلوب اللطيف ايه مو دبلوماسية من البداية اذا اتى في طريقك كون واضح وصريح في شروطك في توقعاتك مثلا اذا كان عندي ابناء ثانين ايشنا رح يوفق ايشنا رح يوفق بين الزواج السابق او الابناء من الزواج السابق ومعاك انت في حياته ام تشوف انه هني انت يا برج القوز عندك شروط معينة تب تحققها او تتوقعها من هاي الزواج لا تفترض اهني يقول لك الكرت لا تفترض كون واضح معه من البداية لازم يسمعها من حلجك حتى مو من اهلك من حلجك انت لازم يسمع شنو شروطك ورح يوافق عليها لذلك من البداية لتبيع نفسك برخيص ام يعني مثلا لما يكون عندي سجادة اقدر ابيعها بألف لكن انا افكر ان الطرف الثاني ما راح يقبل فاقول لا اخذها بخمسمية بس فعلا حقيقة الواضع كشفي الامور هني يبين لك لو انت قلت تبيها بألف راح يعطيك ألف حتى في مثلا المهار السكن انك تشرت شروط لانه قادر ماديا يقدر يعطيك الحياة المريحة فلا انت تروح ضيق على نفسك خصوصا اذا شفت انه فعلا الطاقة اللي ذكرتلك في التارو منطبق عليه بشكل كبير ما بقولك صير طمع ولكن اطلب اللي على الاقل من حقك واللي راح تتوقعه وتكون سعيدة ان تعيش معه اخر مجموعة المرتبطين اول سؤال لكم كيف يراك الشرك ثمان الاكواب ايضا طاقة مياه فارس النار وراها فارس الارض او فارس الخماسيات اللي يسئلوني منكم عن طاقة الخماسيات شنو معناتها طاقة الخماسيات هي طاقة الارض الابراج الترابية ثور عذراء جدي دائما تتكلم عن الرخاء الراحل استقرار الهدايا الاشياء المادية المريحة اللي تثمر اشياء مثمرة اوكي شاركك شلون شوفك يا برج القوس شوفك ان انت شوف ما باقول لك ما تغلط او كامل ما يشوفك ان انت كامل في نظره لكن شوفك على الاقل شخص مستعد انك تتحمل مسئوليات الاغلاط اللي تمر فيها فقعد تكبر في عينه بهذا السبب قاعد يراك من منظور مختلف ان انا مش شخص ادعي الكمالية بالعكس انا شخص احب اجرب هذا برج القوس احب يجرب احب يغامر احب يسوي اشياء مختلفة هو المبتكر في المجموعة النارية وهذه طبيعتك وفي نفس الوقت هذا الشي يكلفك ساعات يكلفك اموال يكلفك وقت يكلفك جهد ما عندك مشكلة ان تبتدي اشياء جديدة ولكن بغض النظر سواء نجحت او فشلت تقعد تتحمل مسئوليات فعالك وانت دائما ترجع لتوفر توفر حق شريكك تكون موجود سواء مثلا بزنسك كان اوكي او مو اوكي في النهاية انت تقوم بواجباتك ومسئولياتك هذا الجانب جميل وشريكك قاعد يحترم فيك معجب بهذا الجانب من شخصيتك السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة برج القوس 10 الخماسيات كأنما شريكك هني قاعد يقول لو بس برج القوس صار اذا كان بينكم ابناء عائلة لو صار يقضي وقت زيادة مع الاطفال عشان انا شوي اتمكن من خصوصا اذا كنت متزوج برج او مرتبط مع برج ترابي البرج الترابي هني قاعد يقولك لو بس شوي تعطيني وقت خاص فيني مو وقت مشترك معاك مع الاطفال مع العائلة لا وقت خاص فيني رح اكون شوي ارجعلك وانا اكثر سعادة ولما اي اعطيك و اكون فعلا موجود رح اعطيك صح اكون موجود لاني ارغب في البقاء اوكي كرت العالم وراها كرت تسع الاخصام من نقاط قوتك ايضا وانا انت تشوف من قلت لك انت مبسكر وهو يشوف ويحب فيك انفتاحك في التفكير انفتاحك في التفكير يعني تشوف ما ادللش هني قاعدة احز ان في اشخاص من طرف شريكك غلطوا عليك او حاولوا ان يخربون بينكم وانت بدل انك ما تعاقبهم اما تسامحت اما صالحت اما انك ما تشيل في قلبك هذه من صفات جدا جميلة احبها الشريك فيك تسع الاخصان هنا يقولك انك ما تستسلم لما يكون في شي في راسك يحب فيك عنادك لما يكون في شي في راسك لازم تسوي وحب يشوفك على الاقل تحاول احب هذا الشي لان اغلب الناس يعيشون حياتهم في المنطقة الامنة انت ما عندك مشكلة خاطر وهذه من نقاط قوتك معه ما ادري ليش اذا انت رامت زوجة براش ترابية فهم يميلون وطبيعة الحال الى الامان والاستقرار والاشياء فقط اللي تكون معروفة انت هنا تجلب جانب الاثارة المغمرة الى حياة شريكك اخر سؤال كيف التوافق بينكم رح يكون لشهر ثمانية اغسطس اربع الاخصان وراها كرت الشمس كرت برج الاسف والسيف الصغير بوجود هنا كرت العالم وايضا هاي الكرتين احس ان واحد منكم رح يضطر اما انه يبتعد اما انه مثلا تصير لا سمح الله مناسبة او حتى مشكلة عند احد الطرفين فيضطر الثاني انه شوي يبتعد يبقى مع الاهل يقضي وقت زيادة مع الاهل اهلك او اهله واحد منكم يمكن احتمال ايضا انه يسافر ولكن رح يكون في ابتعاد مو اختياري بسبب الظروف بسبب ظروف العمل حتى فرص العمل رح يكون في ابتعاد مؤقت جسديا مو روحيا ومو عاطفيا ولكن في نفس الوقت بشكل منفرد رح يضل الكنكشن التواصل بينكم الحب الشعلة موجودة شوفوا هني الملاكشن واقف على اعلى لان كارت الشمس يعني الوضوح التميز التألق اللي بينكم رح يقوى ما رح يضعف بهاي البعدة وبهاي السفر اذا كان رح يصير في الفترة ان شاء الله القادمة ولكن بما ان واحد منكم احس ان رح يكون مشغول اما في البيت اما مع الاهل والثاني طالع مسافر يقوم بمهام عمل فيهني اشخاص فضوليين تخريبيين رح يحاولون اما ان تعرف الناس اللي اذا التقيت فيهم في مكان يقول لك وين زوجك وين امك وين اخوك وين اختك حسسونك ان انت كأنما في مشكلة بينك وبين هذا الشخص لانه مو موجود معاه على طول مثل ما تعودوا يشوفونكم هاي النوعية المشككة الفضولية لتحاول انك كأنما تغرس افكار اما براسك احس انه تجاهك انت اكثر من الشريك يحاولون ان يغرسون افكار وشك وخوف براسك انه لا تخلي يسافر للدولة الفلانية لا تخلي يسوي الشيء الفلاني يبتعد عنك لان احتمال انه ينساك يلاقي غيرك ينساك يلاقي غيرك يسحب عليك لا تتزعزع عند كرت يقول لك انت مستقر مكانك مع الشريك قوي ابتعادكم قاعدين تقون مع بعض ولكن بشكل منفرد فلا تسمح لهاي الاشخاص او حتى لهاي الافكار ذا الافكار ممكن ان تنبع من داخل نفسك انترا مش شرط الاشخاص هالافكار لا تخلي لها مكان اذا تبعت هاي النصيحة توافق بينكم رح يكون جدا جميل مو بس توافق احس ان السفر او الابتعاد المؤقت رح يعود بالكثير من الخير الخير المادي او الاموال النجاح لكم كشريكين يحصل على منصب كبير شريكك او حتى على مقابلة عمل تحصلون الشيء جدا ضخم ماديا في الفترة القادمة عليزي برج القرس